نحن لما نتكلم عن العفو العام ربما حتى الكثير من القوانين لما تكون إلها تسميات فالكثير من الناس يقول لك إذن قانون عفو العام معناته أكو أيضا قانون عفو خاص ففي البداية عرفنا شون يعني قانون عفو العام وشون يعني العفو الخاص نعم بدءا تحية لجنابكم الكريم أخي العزيز تاد سلطان وإلى قناتكم الكريمة وإلى مشاهديكم الكرام حقيقة بدءا تصحيح بسيط أنا عضو نقابة المحامين العراقيين وعضو اتحاد الحقوقين العراقيين وعضو جمعية المستشارين العراقيين أتشرف بهذه النقابة والاتحاد والجمعية استاذ سلطان حقيقة العفو العام والذي كثر اللغط عليها العفو العام ما هو الفرق خلنا نحدده المرة شون العفو العام وشون العفو الخاص العفو العام هو العفو الذي يطرحه مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ثم التصويت عليه بعد أن يضع من الجهات يحدد من الجهات التي هي مشمولة بالقانون ومن الجهات المستثنات من القانون العفو الخاص هو العفو الذي يكون من اختصاص وصلاحيات رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية بناء على توصيات رئيس مجلس الوزراء باستثناء جرائم الدولية جرائم الدولية جرائم الفساد المالي الجرائم الإرهابية والجرائم ذات المدعي بالحق الشخصي حتى ربما قد تكون الجرائم الدولية يا استاذ كاظم هسا تجيك خرق صار عندنا في زمن برهم صالح صار خرق حيث أعطى برهم صالح عفوا خاصا عن تاجر مخدرات هل نخليها بين قوسيا تاجر مخدرات ابن محافظ النجف وكانت في حينها صفقة سياسية وأنا طلعت أيضا من خلال قناتكم الكريمية في وقتها حجيت على هذا الخرق وقلت هذا تجاوز صلاحياته وقام برهم صالح بعد أن أطلق صراحة وانهزم خارج العراق سحب هذا المرسوم